ما طلبناش قلنا لهم اعطونا المحال احنا طلبتين خيص تحفر ما قلنا لهمش اعطونا ماناش رايحين ديروا التنقيب على البيطرول ماناش رايحين نجيب دول قاس صخري رايحين دايحين نجيب دول ممنوا نشربوا هكذا كانت سرخة احد الفلاحين بمنطقة العراء عرب بلدية المجبارة في ولاية الجلفة حول منحهم رخصا لحفر آبارهم وذلك كحل لحماية محاصيلهم الفلاحية وممارسة تربيتهم للمواشي الامر الذي حول بساتينهم التي تحتوي على الاف الاشجار المثمرة الى جردها ابيارنا ردمت وستجرنا يبس وعدنا نشرف الماء اللي ماشي واللي عنده وراء ربع الاف وثلث الاف صجرة وش يسجي بستيرنا وين يلحق دارونا تسهيلات الخطرة الأولى اللي فات عدى واحد الخمس سنين ولا ستين دارو شهد استقلال وحفرنا الآبار تعنا ومبعدها حبسوا عندها مدة واحد العامين والعامين ونص حبسوا رخصت على الحفر حتى الحواسين تعملوا على شنقهم حوالي 1500 سجرة عندها عام واش يبسط المساعدة تعدوا لورها وزير الفلاحة بدوره كشف بأن مصالحه ستعمل على ترشيد الطروة المائية مستقبلا باعتبارها طروة محدودة وأنه ستكون هناك دراسة موضوعية مع الجهات المعنية حول استغلال أمثل لمثل هذه الطروات فيه إشكال استغلال ثروات المائية هي الثروة المائية تعتبر مادة محدودة ثروة محدودة لازم استغلالها استغلال عقلاني وفي هذا المجال كانت فيه بعض المناطق طلبت باش تكون فيه دراسة دراسة موضوعية مع المصالح المعنية وسوف نأخذ جميع الإزراءات برفقة السيد الوالي وبالزملاء وزارة الموارد المائية سوف نأخذ الإزراءات لازم الاستغلال أمثل هذه الطاقات هذه لازم نرشدها باش تكون عندها ديموم ان شاء الله لتبقى مثل هذه الآبار بالعديد من مناطق ولاية الجلفاء تعاني شحن في المياه وأخرى طالها التلف والإهمال ما يستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الولائية لإنقاذ جهود هؤلاء الفلاحين واستقرارهم في خدمة أراضيهم ترجمة نانسي قنقر